يعني بكون يعني خامل أكتر بكون خامل أكتر يلا طب شو علاقته مع هذا شو العلاقة مع الكاربون يلا شو العلاقة مع الكاربون يلا جماعة شو علاقته مع الكاربون هلا دكتورة الدهب هو عكس البترول احنا بنعرف انه كل ما زاد السعر بنقص انه العلاقة بده تكون عكسية لا هاي بالبورصة ملناش على مش كيميائيا هاي احنا هاي بتحكي بالبورصة بس احنا الكاربون الكاربون السي العادي مش انه السي اللي صار عندنا نفط مش المركبات الكاربونية سي سي عادي سي كاربون برضو انرت على فكرة والبلاديوم برضو بشترك مع البلاتينوم وهذا كلها تهم اشهدوا للاشتراك بناتهم انه بده يكونوا ايش عنا انرت فهلا بده ناخد احنا هلا بعين الاعتبار شغلي انه كل الوركينج الكتروض اللي تستخدم في الاجهزة الحديثة يجب ان تكون انرت اوكي الا الا الاستابلوليتي لها كبيرية ولا الاستابلوليتي لها قليلة هذول الانرت لما تكون انرت دير احنا with high stability اوكي استابلوليتي طيب اشي تاني هل يجب ان تتفاعل مع الانالايت ولا يجب ان لا تتفاعل مع الانالايت إنه ما يتفاعل. جيد. لأنها أصلاً إينارت وهاي اللي ستيبل. الأصلا أي إشي على فكرة ستيبل ما 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 بيحبي يتفاعل. أوكي؟ فشو منحكي إحنا؟ منحكي إنه ما يتفاعل مع الأنالاين. مين أكتر واحد يبريفيرد بناتهم هدولة المعادن؟ اللي هي المعادن الصلبة. يعني هدولة كل اللي حكينا عنهم هم عبارة عن اللي هي معادن صلبة. المعادن. أوكي؟ هلأ مين في عنا معدن ولكنه غير صلب من اللي ذكرناهم؟ اللي هو الميركوري. اللي الدروب اللي حكينا عنها. اللي هو الاتجي. هو عبارة عن معدن من أنواع المعادن. بس إيش الحالة اللي إله دائماً بيكون عنا؟ بكون صح؟ يعني بيكون عنا مش مادة صلبة ولكنه يستخدم إلكتروض. طبعاً في إيش منسميه بلوروغرافي رح نيجي عنه أكتر اللي هو واحد من المعادل المستخدمة بالنسبة إلنا. اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الميركوري. طبعاً إذا الميركوري سائل أوكي كيف ممكن أعمل منه الدروب؟ هلأ بدي أشرح لكم بس شرح بسيط كتير بعدين منيجي عليه. هذا كلاته أنا بالنسبة إلي قاعدة بعملكم إنترو دكشن. مشان لما نيجي على شغلة نشرحها ما تكون غريبة علينا لما نتوسع فيها. هلأ كيف هم بتعاملوا مع الميركوري؟ طبعاً الميركوري برضو من المعادن اللي هي الأكثر استخداماً في الإلكترو أناليسيز. شو بيجيبوا؟ بيجيبوا اللي هي كابللري هاي الكابللري بتكون زجاجية. وداخل هذه الكابللري يوجد شق. خلينا نحكي بهذا الشكل. أوكي؟ هلأ هذا الشق يعني كيف الكابللري؟ نتخيل إنه ويهاف اللي بنستخدمه في المختبرات. طبعاً بس هو بيكون عنا التعامل معاه يعني بيكون عنا أحسن. داخل هاي اللي هي الرد هذا اللي غلاس رود داخله في عنا سلوت. سلوت إيش معناها؟ معناها شق. هلأ هاي اللي هي القطعة الزجاجية اللي هي عاملة الزجاجية. غلاس إلكترود. هل نسميها عادة كابللري. بتكون موصولة مع مين؟ بتكون موصولة مع ما يسمى اللي هي ريزرفوار. يعني وعاء مليء بمين؟ بالميركوري. وعاء مليء بالميركوري متصل مع مين؟ متصل مع هاي الكابللري. هلأ هذا ريزرفوار أور الكنتينر. ها خلينا نحكي إنه هذا هو عبارة عن كنتينر. هذا اللي هو الكنتينر بدي يكون إنه الفتحة اللي إله هاي بدي تكون إنه بالضبط على فتحة السلوت. يعني هذا بدو يكون عندك مفتوح. بدو يكون عندك الفتحة الكنتينر على فتحة السلوت. أوكي؟ طبعاً هلأ كل إشي بصير عنا كومبيوترايز. ببدا هذا الكنتينر اللي هو يحتوي الميركوري. طبعاً هذا بكون الميركوري مكتوب عليه. فبنزل عنا الميركوري بنزل من خلال هذا الشق. طبعاً يعني في هذا الشق اللي موجود داخل هاي الكابللري. طبعاً التصميم بكون إنه بنا نحكي عالي لجودة. يعني حتى خلال النزول هذا الميركوري داخل هذا الشق. مش لاز بكون في عنا إير بابلز أبداً. لأن الإير بابلز دائماً اللي هي بتأثر على اللي هي الاوكسيديشن ريداكشن رياكشن أو عملية القياس. فشو بصير هذا؟ إحنا بنحكي للجهاز إنه نزل ميركوري من هذا الكنتينر. فبيبدأ ينزل ويملي هذا الشق. بيعبي هذا الفراغ اللي إحنا يا دوب شايفينه على فكرة. وين بعدين بتصير؟ بتصير إنه اللي هي بنزل حبة هون بهذا الشكل. أوكي؟ بتنزل حبة وين بهذا الشكل. هلأ هاي الحبة معلقة ولا غير معلقة؟ حسب ما إحنا شايفينها. هاي اللي هي الدروب هاي اللي نزلت طبعاً الدروب من وين جاي؟ جاي من الميركوري. هل هي معلقة ولا غير معلقة؟ معلقة صح؟ يعني ما سقطت. يعني خلينا نحكي إنه بدي أحط إنه خربشنا شوي مش مشكلة، وهذا السيليوشن. وهذا اللي هي الغلاس إلكترود اللي هو كأنه زي الكابلري إلكترود طبعاً هم نحكي عنه كابلري بس هو الغلاس إلكترود داخل وهذا الشق شق معناها مفتوح من الداخل هاي الفتحة اللي انتوا شايفينها يعني يا دو بتشوفوه إنه فيه بوسط هذا الإلكترود فيه شق مفتوح من أوله لآخره بكون متصل مع الكنتينر اللي هو تابع إلى الميركوري وببدأ هذا طبعاً إنه نزل حبة بمقدارها الأدة يعني هو بصير ينزل حبة فبتنزل هاي الحبة هون طبعاً شو طبيعة هاي الحبة بتتكون إنها بتتكون طبيعتها ليكود هلأ هاي الحبة سقطت داخل هذا الأنالايت ولا ضلتها معلقة بهذه اللي هي الإلكترود ظلتها معلقة صح ولا لا مضبوط ولا لا مضبوط طيب جاوبوني هلأ هاي الشغلة هاي إنها معلقة هون خلينا نتذكر الحنفيات الموجودة عندنا بالبيت هلأ أحياناً ندخل على حنفية الحمام حنفية المطبق حنفية المغسل إلى آخره بنشوف إنه فيه دروب من الماء معلقة بهاي الحنفية صح ولا لا يعني مش سقطة لا معلقة بهذه الحنفية إما بظلها معلقة طول الليل أو لفترة معينة وبتنزل هذه اللي صارت عندنا عملية الهانجنغ هاي العملية عملية التعليق إيش منسميها؟ منسميها اللي هي هانجنغ هانجنغ اللي هي معلق أوكي؟ هانجنغ معناها معلقة يعني أصبحت لدينا دروب من الميركوري معلقة إلى حجم عشوائي ولا حجم ثابت؟ لا إلى حجم ثابت بنزل بحجم معين الحجم اللي بنزل فيه بحيث إنه ما يكون تقيل تستطيع هاي الكابليري إنها تمسكه طبعاً مش الكابليري اللي بتمسكه والميركوري داخل هذا الشق رح يمسك هاي الحبة وبصير على سطحها التفاعل أوكي؟ بصير على سطحها اللي هي التفاعل اللي إحنا بدنا إياه أو القياس اللي بدنا إياه إذا كبرت هاي الحبة أكتر شو بصير في عندك؟ بتصير عندك تقيلة فهي قبل ما نعمل عليها عملية قياس رح تنزل رح تنزل يعني من وين هي رح تنزل رح تنزل نتيجة اللي هي الجاذبية الأرضية يعني إحنا خليناها أتقل فهي مش رح تقدر إنها تقاوم إنها تظلها معلقة فالجرابيتي رح يصير في عنا اللي هو قوة على هاي الحبة فبتخليها لوين تنزل في قاء هاي السل هلأ حتى أمنع هذا الحدوث شو بكون عندي لازم يكون عندي حجمها مناسب حتى يكون وزنها مناسب هلأ لو أنا سألتك سؤال شوفوا أنا رسمت لك وين الوركينج إلكتروض بكل هالحكي where is the working electrode بكل هذا الحكي لو حكيت لك ضع دائرة على الوركينج إلكتروض هاي أنت عندك هذا كل ياته ضع دائرة على الوركينج إلكتروض وين بتحط الدائرة تحت ما بديك مفيش هلأ تحت وفوق بديك هلأ إحنا سمينا كل المسميات صح ولا لا ما خلينا إشي إلا سمينا يلا وين بتكون يعني لو بدي أقول لك حط ضع دائرة يلا هلأ شوف في عنا إحنا في عنا ما يلي في عنا this is my container اللي هو يحتوي الميركوري وفي عندي هذا الجلاس رود اللي حكينا عنه زي الكابيلر يعمل وفي عنا داخله هذا الشق اللي هو موجود هون هذا الشق هيا تو وفي عنا هالدروب اللي نزلت شوفوا كم واحد تنين تلاتي أربعة يلا أنا بدي أستخدم القلم الأحمر يلا وين أحط هلأحط هون ولا أحط على الجلاس ولا أحط على السلوت هذا الشق ولا أحط على الميركوري دروب دكتور على الدروب بحطه على this is اللي هي بحطه على الميركوري دروب اللي هي راح تكون هون هاي بالنسبة إلنا اللي هو الووركينج إلكترود ليش سمينا هاي الووركينج إلكترود ليش صار اسمها هاي الووركينج إلكترود يلا يش اسم هاي الووركينج إلكترود ممكن لأنه نقطة الميركوري بيتأثر على القياس والحجم عندي لا لا أنه مش بيتأثر على القياس والحجم يا جماعة هاي نقطة الميركوري دروب اللي أنا نزلتها سوف يحدث على سطحها إما قياس للكونسنتراشن أو أوكسيديشن ريدكشن رياكشن يعني هذا كله اللي إحنا حتى لو منزل جزء من هاي الكابيلر وجزء من السلوت لا يحدث القياس إلا على الووركينج إلكترود وين الووركينج إلكترود حكينا الووركينج إلكترود؟ صح؟ هاي رقم واحد أو رقم اثنين إني أنا على إيش بدي أنا أقيس ريدوكس هلأ بدك تعرف إنه لما يكون في عندك ريدوكس رياكشن بدك تعمل له عملية قياس هاي باي ديفولت رح تقيس عندك كرينت لا يقاس الكرينت إلا إذا كان لدينا ريدوكس رياكشن لا يقاس إذا صار في عندك بس قياس للكونسنتراشن اللي هو التركيز من غير ما يكون في عندنا اللي هو ما يسمى ريدوكس رياكشن من غير ما يصير في عندنا ريدوكس رياكشن هاي لا نستطيع قياس الكرينت لا نستطيع قياسه فهذا شو بكون في عندك؟ هذا بكون في عندك الووركينج إلكترود شوف أداش الووركينج إلكترود بتكون مساحته قليلة شو المساحة هاي رح تكون عندنا مساحة إيش؟ لو حكيت لك what is the area of this working إلكترود؟ شو بدك تحكيلي؟ يلا شو المساحة؟ هاي للدروب على شكل إيش؟ الدروب كرة كرة معلقة على شكل سفيريكل سفير إتزي سفيريكل فشو بنواخد نواخد يا مساحة الكرة أو حجم الكرة بينما لما يكون عندك بهذا الشكل فلات بدك تأخذ المساحة اللي هي اللي غطصناها بدا تكون فلات يعني ريكتانجل لو تكون عندنا على شكل سيلندريكل بدا تكون عندنا بهذا الشكل يعني حتى المساحة اللي هي من الووركينج إلكترود التي تتعرض إلى الأنلايت أوكي؟ سوف تحسب بحسب شكل هذا الووركينج إلكترود في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ ألي سؤال؟ أوكي طيب خليني أخذ مثلا اللي هي الووركينج إلكترود وأنا زي ما حكيت بهمني تكونوا فاهمين الكنسبت لو حكيت this is the working electrode وحكيت أنا بدي أطبق بلس فولتية يعني كانت عندي أنا بلس فولتية وين رح يكون عندك وهي خلينا نحكي إنه هاي الجزء المغطس بالسليوشن وين رح يكون اللي بلس موجود هيا بدنا نحط النقود للألم الأحمر يعني بأي جهة رح يكون عندنا اللي هو بلس فولتيج يلا وين هو بلس رح تكون البلس مش من جهة واحدة رح تكون البلس بهذا الشكل طبعا رح يكون من الجهة يعني كل الإلكترود رح يكون يمتلك البلس هلا الجهة الخلفية اللي أنا مش مش شايفها فيها بلس ولا ما فيها بلس مش في عندي إشي أمامي وإشي خلفي هذا شيء أمامي وخلفي يلا هلا الفرونت أنا شفته الباك ايش بتكون شو بتكون البلس الموجودة عليه نفسي ليشي دكتورة نفسي ليشي very good سام 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 يعني هلا أنا شو بأصد من هذا الحكي كله أنه أنا لما أحكي لكم أنه أنا في عندي إلكترود وحكي صارت الإشارة موجبة لا يعني أنه تكون الموجبة فقط في جهة واحدة وين بدها تكون الموجب؟ بتكون عندك اللي هو الموجب في جميع الجهات يعني الـ الـ Applied Potential مثلاً الموجب رح يكون عندنا يطبق على سطح الإلكترود كله يمين ويسار وأمام وخلف أوكي؟ بس إحنا للسهولة كيف إحنا بنحكي؟ بنحكي مثلاً أنه أنا طبقت Potential Positive فبحطه بهذا الشكل طبقت Potential Negative فبحطه بهذا الشكل بس هو إيش بيكون عندنا؟ بيكون عندنا محيط بكل هذا الـ Potential بيكون محيط بكل الإلكترود طبعاً بيكون بكل الإلكترود اللي هو سواء اللي معمول له دبينغ مغطس هون أو اللي مش معمول له بس اللي مش معمول له مش مؤثر لأنه ما عمل كونتاكت مع الأنالايت صح؟ يعني حتى اللي هو يعني الجزء الأعلى هذا اللي مش مغطس في الأنالايت هل هذا يعني أنه ما بكون في عليه Potential؟ بكون لكن هلو يكون Potential مؤثر؟ لا مش Potential مؤثر لهون في حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب، هلأ خليني أنا بدي أسأل الأسئلة التالية إذا ما أحد عنده أي سؤال؟ أوكي؟ لو حكيت لك ما يلي؟ اللي هي لو حكيت لك هيكي إن إلكترو طبعاً أي إلكترو اللي هو إلكترو أناليسيس بإيش منهتم؟ أو خلينا تحكي أو هيك بهذا الشكل إلكترو أناليسيس تكنيك يعني كل التكنيك الموجودة Involves Involves يعني تضضمن إيش بتضمن؟ تضمن الرياكتانتس هيك بدي أحكي لك مثلاً A لو حكيت لك إنه الرياكتانتس بلس إلكترونس بي لو حكيت لك إلي هي الرياكتانتس بلس إلكترونس بلس إلكترونس بلس برودكت ولو حكيت لك C إلي هي جاست إلكترونس شو بتجاوبني؟ الإلكترو أناليتيكال تكنيكس بإيش بتضمن؟ بتضمن؟ يعني هالدراس اللي أنا بتدرسها هل تتضمن الرياكتانتس والإلكترونات الرياكتانس الرياكتانس وإلكترونات وبرودكت أو إلكترونس And you answer بي إيش هي؟ بي الجواب اللي هي الرياكتانس زائد إليمان زائد برودكت رونك تكترى الرياكتانس 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 يعني اللي هي إيه رح تكون؟ اللي هي هاي رح تكون الجواب الصحيح اللي هو هاي ليش طيب رياكتانس and إلكترونس؟ طبعاً هاي لما نحكي رياكتانس and إلكترونس شو بكون اسم التفاعل؟ يعني مثلاً خليني أحكي لك ما يلي إيه اللي هي شكل رياكتانس على شكل الأكسيدايزد فورم أخذت إن إلكترونس فتحولت إلى ريديوست فورم هاي عنا اوكسيدايزد أخذت إلكترونس تحولت إلى ريديوست يعني اوكسيدياشن ريدكشن رياكشن هلا إحنا حكينا إنه الإلكترواناليتيكال تيكنيكس هل تهتم بالأوكسي هون بالنسبة إلنا هدو إلي هي إيش رح تكون إلنا؟ بد يكون عندك الرياكتانس وهاي رح تكون إلنا الإلكترونس وهاي إيش بدأ تكون إلنا؟ بدأ تكون ما تسمى إلي هي البروداكتس يعني رح يكون إلنا الإلكترونس هلا إلي بصير إلنا مثلاً لو حكينا إنو صار في عنا redox reaction شو حكينا منقيس منقيس الكرينت يعني if we have redox reaction إذا كان في عنا بالنسبة إنا this is redox reaction إيش بتقيس رح يكون عنا measure the current as function of potential measure the current as function of potential طبعا الpotential لا نستطيع الاستغناء عنه ليش حكينا ممكن نقيس الكرينت لأنه فيها عنا redox reaction الكرينت لمن بكون عفكرة ما بكون للناتج النهائي لأنه خلص نتج عنا وخلص هو الكرينت كأنه بتدرس سير الoxidation اللي بتتم بين الرياكتنت وما بين إيش عنا اللي هي الرياكتشن اللي بتتم بين اللي هي الoxidizing form وما بين الالكترون أوكي لما ينتج الproduct الproduct خلص ما فيش إله علاقة في الموضوع الproduct نتج نتيجة عملية اكسدي أو اختزال طبعا هذا التفاعل بد يكون عندك بهذا الشكل يعني يعني بكون في عندك تفاعل أمامي وأش بد يكون في عندك تفاعل خلفي لأنه في عندنا إكوليبريام هلا أحيانا كيف بصير عندك التفاعل بصير عندك التفاعل بصير عندك التفاعل بالعكس بكون عندك ما يلي إنه صار في عندك عملية اللي هي الرياكتنت على شكل الريديوست فورم أعطاك اللي هو اوكسيدياست فورم زائد إلكترونز أوكي صح ولا لا هلا بإيش إحنا راح نهتم راح نهتم بالرياكتنت بلس إلكترونز راح نلاحظ إنه الإلكترواناليتيكال تيكنيكس دائماً يبتهتم بالرياكتنت وإلكترونز أوكي ماش الحال في حدا عنده أي سؤال في حدا عنده أي سؤال طيب لو جيت حكيت لك ما يلي سؤال آخر هدا كلها طعا فكرة لمحصلة إشي وشرحناه The simplest electrochemical cell uses how many electrodes لو حكيتنا ما يلي The simplest شو منات simplest أبسط إشي بصير أيما أبسط إشي electrochemical chemical chemical cell How many electrodes? Two electrodes Just two electrodes contains two electrodes شو هم شو هم two electrodes شو هم التو الي هم working electrode الي هم working electrode وreference electrode very good very good رح يكون في عنا ما يلي الي هو رح يكون عندك الإشي الأساسي الworking electrode and we have reference electrode الي نحكي إلكترود أوكي طيب لو حكينا إنه خلال عملية القياس خلال عملية القياس قصنا الconcentration فقط زي إيش مثلا قصنا الconcentration خليني أجب لك مثال كلنا بنعرفه لو جبنا هذا الإلكترود الي هو الPH electrode وجبنا هذا البيكر اللي دائما نكون موجود في هالمختبر وشفنا قديش في عنا H plus يعني أنت في المختبر بتروح بجيب الإلكترود وبتحطه مباشرةً وين داخل هذا الconcentration وبتحكي والله إنه الPH قديش تساوي نفترض الPH تساوي مثلاً خمسة الPH بتساوي خمسة إيش معناها الPH بتساوي خمسة؟ معناها ماينس لوج الH plus قديش يساوي ماينس لوج الH plus بساوي خمسة فلو أخدت أنا هون الانتيلوج وأخدت هون الانتيلوج هل بطلع قديش الconcentration اللي هو الH plus؟ نعم! يعني هلأ قياسنا للPH اللي هو مثلاً يساوي خمسة هو يعبر قديش في عنا concentration للH plus هلأ خلال عملية القياس واستخدامك لهذا الإلكترود طبعاً وين الworking electrode؟ هيات الworking electrode هذا إيش بنا نسميه؟ This is our working electrode اللي هي البلب هادا الرأس الهد هاياتو يعني خلين نواخد هادا هو الهد اللي هو متصل بهادي اللي هي التيوب هاي هي الworking electrode انت شو قصة؟ قصة الPH اللي هي تساوي خمسة هل الPH تعبر عن concentration؟ نعم! لأن الPH بشكل عام اللي هي راح تساوي مينس لوج الH plus الPH تساوي مينس لوج الH plus هذا الH plus كي بده يكون؟ إما أن يكون analytical concentration أو ممكن أنا بقيس قاعد equilibrium concentration للH plus الموجود في هذا الكنتينر أوكي؟ يعني إما أن أقيس أنا الH plus للHCl فبتكون عبارة عن analytical concentration أو أقيس الH plus اللي جاء من الacetic acid فبتكون عندك اللي هو عبارة عن equilibrium concentration هل حدث لدينا redux reaction بهذا القياس؟ هل حدث لدينا redux reaction بهذا القياس؟ لا جيد هون فقط قديش في عنا H plus اقتربت من سطح هذا الالكترود لم يحدث لدينا redux reaction فقط كانت علاقة ما بين مين عنا؟ كانت علاقة ما بين وأما بين وما بين وما بين متضعة أوكي؟ كانت علاقة ما بين وما بين بالحض Прав our av شو العلاقة ما بين الإيمجرد والconcentration؟ شو الإيكوشن اللي إحنا بنستخدمها؟ اللي هي ما فيش غيرها والأمور وكل الأيتم بظلها تتشكل وبعدين منشوف إنها دائماً بتشبه الإيكوشن الأصلية هي نيرس إيكوشن صح؟ نيرس إيكوشن هلأ بهاي الحالة اللي قصنا فيها البوتنشل بالحالة اللتي قيص بها البوتنشل بالاعتماد على الconcentration of H+. هل يوجد قياس للكيرينت or not? Yes or no? لا ما قصنا للكيرينت آه ما صبوط فبهاي الحالة إحنا نعتبرها شوفوا نعتبر أن الكيرينت كيف يساوي؟ يساوي zero يعني هو أحياناً ما بكل بساوي zero بس هلأ إحنا 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 نعتبره أنه يساوي؟ نعتبره أنه يساوي zero أوكي؟ طبعاً هلأ ممكن أني أنا أربط ببينهم هدولة يعني ما بين الكيرينت وما بين البوتنشل إنه E أش بدأ تساوي؟ I مرتبلاً صح؟ E تساوي I في R هذا البوتنشل وهذا إيش بدأ يكون إنا؟ بدأ يكون إنا الكيرينت أنا دائماً بعتبر عند قياس البوتنشل أنه لا يوجد لا يوجد NDI حتى لو كان موجود على فكرة هو أحياناً بيكون موجود بس حتى لو كان موجود بدي أعتبر إذا شو تساوي؟ بساوي zero طيب، هلأ رح نستنتج إنه we have إلي هي three basic experimental designs يعني في عنا three basic experimental designs إلي هم نسميهم تلات تصاميم لإنشاء تجربة أوكي؟ خليني أحكي ما يلي إلي هي نحط هنا star إلي نحكي إلي هي three basic experimental design هلأ قبل ما أنسى يا جماعة قبل ما أنسى في عندكم على المودل في عندكم اللي هو lecture واحد فإنت بتطلع lecture واحد من المودل lecture one pdf file المحاضرة اللي جاي لشان تكون موجودة معاك أوكي؟ المحاضرة القادمة شو هم الثري basic experimental design اللي رح يكونوا موجودين عنا؟ رح يكون عنا ما يلي رقم واحد إنه measure potential when current is equal to zero هاي بنا نحط رقم واحد measure potential سوري خلينا نحكي إنه potential e when i أداش بدأ تساوي zero هاي إيش منسميها؟ نسميها potentiometry هلأ برد بذكركم مرة تانية المرة الجاي بتطلعوا ال pdf file من المودل اللي هي pdf file lecture one مكتوب عليها أوكي؟ يلا هذا التصميم الأول اللي أخذنا مثال عليه زي pdf elektrode التصميم الثاني إنه potential يقاس ومنعمل controlling للك current measure e نتحكم في القيمة نتحكم في القيمة نتحكم في قيمته وجود ال e اللي هو أصلا موجود في كل القياسات مع الكرينت هاي إيش منسميها؟ voltmetry voltmetry أوكي؟ يلا نيجي للحالة اللي وراها اللي هي حالة رقم ثلاثة هتكون عنا اللي هي measure measure i أوكي؟ أبعي الحالة نقيس i شو منعمل controlling اللي هي while controlling the potential اتنين وثلاثة ايش بنا نسميهم؟ اتنين وثلاثة يسمى يسموا voltmetry اتنين وثلاثة يسموا voltmetry أوكي؟ طبعا من رد نحكي إذا كان في عنا i وفي عنا i فنحكي إنه i تساوي i multiplied by r لو بدي أحكي i إيش بدا تساوي تساوي e over r لو بدي أحكي r قديش تساوي r بدا تساوي اللي هي e over i ليش هلا؟ لأنه لازم يكون في عندك إنه خلال اللي هي المكونات أو الإليمنتس يسميها resistive elements بمر فيها تيار معين في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب أشوف أنا إذا نسيت اي نقطة لا لهونا ما نسيتش عايش نقطة في حدا عنده اي سؤال؟ طيب هلا أنا بدي أسألكم بس هيكي أسأل سؤال التالي طبعا هاي بيعتمد على فهمنا للمادة بهذا الشكل لو حكينا إنه بدي أرسم السل كبيرة هاي السل هاي السل هاياتها يعني شو ما أخدنا معلومات زيادة وهاي أنا this is our working electrode طبعا بكون الإغلاق هون إغلاق كامير رح نشوف برضو في محاضرات قادم إن شاء الله إنه حتى إذا كانت فيه إنه هنا air bubbles تحتوي على الأكسجين بدنا نتخلص من الأكسجين وجيت أنا حكيت لك إنه this is تقيس potential وجود auxiliary electrode شو بتصير تقيس بتقيس الكارينت يعني تنتقل من إيش مسميه potentialmetry إلى إيش مسميه voltmetry طيب هلا لو جيت حكيت لك إنه أنا طبقت هنا خلينا نأخذ مثلا اللون الأزرق طبقت أنا minus يعني potential كان عندي هنا اللي هو minus potential طبعا لما أحكي هنا minus potential لا يعني إنه minus potential بدي يكون موجود هون وين بدي يكون عنا بدي يكون على سطح كل الإلكترود من الأمام والخلف على اليمين على اليسار إلى آخره هلا لما نيجي أحكي لك إنه بصير في عنا redox reaction نفترض افتراض يعني ويهاب auxiliar electrode أوكي خلي وفي عندي أنا المادة الانالايت اللي هي X وX في لها شحنة plus N يعني X وبدأ تكون موجودة بدي تكون موجودة هون this is my analyte وأجد هاي X وين رح تتجه رح تتجه ناحية إيش عنا ناحية الworking electrode اللي إحنا إيش زودنا زودنا في more negative potential أوكي يعني يا بصير لها reduction وبصير لها oxidation حسب طبيعة الpotential بالمقارنة مع reference electrode هلا بدي أسأل هل كل الـ X الموجود في هذا الكنتينر هذا كله هذا اللي بسميها السل هل كلها بسيل لها Redox reaction هل كل X plus طبعا بداش ننسى إنو كل يعتها هاي X plus X plus X plus هاي X plus هاي X طبعا plus plus N حط عندك انت بثلا plus N plus N X plus N هل كل هاي الموجودة لأيونات هل كلها بصير لها Redox reaction على سطح الworking electrode لا ليش هو الجواب صحيح ليش ألا ناصر طبعا كمية الـ X minus هي كبيرة في منو كمية الـ X minus كبيرة هلأ أنا بدي أسأل هيك هي جوابك صحيح إنو مش لكل الكمية هلأ هادا الالكتروض اللي إحنا منشوفه على فكرة اللي برسملكم إياه بهذا الشكل المساحة شوفوا المساحة المعرضة لهذا السيليوشن الذي يحتوي على الانالايت بتكون مساحة قليلة الشكل اللي برسملكم إياه على فكرة هو شكل توضيحي لكن هو إيش بد يكون إنه بكون أرفع من هيك أوكي يعني كأنه بدك تتخيله سلك تخين فقط بس إحنا بنرسمه هون كبير شوي للتوضيح هلأ لو جيت أسألتك إيش بهذا الحجم يمتلك مثلا هذا البوتينشيل هل إلو هذا الإلكترود تأثير إنه هذا التأثير البوتينشيل بدي يكون من هاي المسافة لهاي المسافة لهون هل هذا الوركينج إلكترود إلو تأثير طبعا لما نحكي بهذا الشكل هون بهذا الاتجاه بدي يكون إنه اللي هو بهذا الاتجاه وبدي يكون إنه يأخذ العمق الآخر اللي هيك بهذا الاتجاه يعني بدك تأخذ العمق الثاني للسل هل بكون فيه إله تأثير على كل الـ X Plus الموجودة هل يكون له تأثير على كل الـ X Plus الموجودة إشي حجمه صغير بهذا الشكل هل الـ Potential إله قد أنه يعمل Oxidation Reduction لكل الـ X Plus لا لين بدي يعمل Oxidation Reduction بدي يعمل Oxidation Reduction للـ X Plus القريبة من السطح يعني ما بيجي هو بيعمل Oxidation Reduction لكله لا للبعيد عنه تفرجه هو من أن نأخذ إحنا هذا الشكل هذا المقطع تأثير الـ Working Electrode على فكرة تأثير على الآيونات اللي حواليه فقط لا يوجد له تأثير وين على الآيونات البعيدة يعني هو حتى عملية Reduction تعتمد على المسافة هلأ وين هو رح يأثر رح يأثر هون بدي أرسمها بهذا الشكل اللي هي رح يأثر على الـ Region القريب من سطح هذا الـ Electrode لا يوجد له تأثير على البعيد البعيد وين بدي يكون عندنا بدي يكون هون هلأ هذا البعيد كثير عنه ما بيأثر عليه ايش بدي أسميه بدي أسميه بالك بدي أسميه اللي هو Electrical بدي أسميه هون إذا بيأنت عندي خلص إحنا دعينا شواء بنخلص المحاضرة راح زغر 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 المهم هلأ بيبين عندنا المهم رح يكون عندنا بهذا الشكل راح طيب خلينا إحنا نخلص لهون بدي مدعبين ما خليني أرجع شوي بلا بس بدي أحكي بس شغلي آخر إشي خلص بدي أننهي اللي هاي This is our working electrode وين راح بحات اللي إحنا رسمناها هاي اللي إحنا رسمناها هيا تبدأ بدي أجيبه أوكي هيا تا هلا هاي شو بدي يكون عندنا بدي يكون عندنا ما يلي هاي اللي هون هذا الجزء حكينا عنه هذا بدي أسميه البلك اللي بعيد كتير هلا الجزء هذا اللي هون إيش بدي أسميه بدي أحمد خط هكي كيك بدي أسميه اللي هو إليكتريكال دبل لير هلا الزون خلينا نحكي المنطقة ما بين البلك وما بين الإلكتريكال دبل لير خلينا نحكي إنه هاي هيك بهذا الشكل هاي منسميها ديفيوجين لير يعني شوفوا هذا الكب الصغير اللي هو برد بكرر هو نفسه نفس فنجان الأهوى السادع فكرة ما اختلف هذا الكب الصغير يتكون شوفوا مين ثلاثة مناطق المنطقة الفعالة اللي بصير اللي هي من خلالها التفاعل أو القياس سميها إليكتريكال دبل لير المنطقة اللي بتساعد المنطقة الفعالة أو التي تليها خلينا نحكي اللي هي دفيوجل لير وهنده في منطقة بعيدة ولا إله الإلكتروض إله تأثير عليها أبداً اللي هو عبارة عن البلك اوكي ماشي الحال طيب هلا أنا كالعادي بدي أعمل stop record وبدي أشو أسمع إذا فيه